معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية مرحبا بك معنا دكتور واثق مساء الخير فالتقرير الذي استمعنا إليه لخص معارك أو الحرب ضد تنظيم داعش في ثلاثة مدن بنغازي الليبية الموصل في العراق والرقة السورية وتحدث عن استراتيجية واضحة أدت إلى خسارة التنظيم هي استراتيجية الحصار وتضييق الخناق على التنظيم والحاق الخسائر البشرية والمادية به وهذه كانت الأسباب التي اشترحها التقرير التي ألحقت الهزيمة بشكل كبير في داعش ما رأيك وهل من أسباب أخرى أيضا تضيفها لما ذكر في التقرير مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام أكيد هذه الاستراتيجية طبقت في ثلاثة دول عراق وسوريا وليبيا بعد أنصبح هذا التنظيم مرفوض بدأ يفقد قواعده وبالتالي كان هناك خشي أن ينتقل التنظيم وفق المعلومات الاستخباراتية ربما إلى ليبيا اليوم بقطع هذا الأمر عليه أكيد ملاح يقدر ينتقل ربما سيعمل على ما وضعه في موضوعة الفلبيني أن يكون القاعدة القادمة في العراق وسوريا كان هناك خسائر كبيرة الاستراتيجية التي استخدمت هي عملية التطويق منع وصول المتطوعين منع وصول اللوجستيات من أعتداء ومواد لذلك التنظيم خلال ثلاث أيام الماضية استخدم تكتيق جديد باعتبار أن هناك مشكلة في موضوعة التمويل للأشخاص بدأ يدفع بنساء انتحاريات وهذا ما حدث في منطقة شارع النجيفي وأيضا في مناطق أخرى في داخل المدينة القديمة على العموم ما أعتقد الأمور تسير وفق ما مخطط لها جهاز مكافحة الإرهاب فريق الأسدية تحدث عن 125 متر فقط باقي من ضمن واجبة كم يوجد في هذه المساحة الضيقة في الموصل؟ كم مقاتل دكتور واثق؟ كم مقاتل من داعش؟ يعني الأول أن المقاتل الموجودين جميعهم نعم كل المقاتل الموجودين هم من العناصر الأجنبية وليس هناك عراقيين العدد الآن يتحدثون عن 150 واحد أغلبهم من القناصة الذين لا يقبلوا بالتسليم أين ذهب الثلاثة ألاف؟ أربعة ألاف مقاتل قبل أشهر من بدء معركة الموصل قاتل داعش أين ذهب هؤلاء؟ سيد العزيز يعني من بدء معركة الموصل إلى الآن عدد القتلى من داعش أولا قتل كل مساعدين البغدادي حتى المساعدين الآخرين تم تعييم تم قتلهم فضلا عن تعاون مع الأهالي مع كل عملية بالوصول إلى الأنفاق كانت القوات العراقية تشاهد 50 إلى 60 جثة موجودة في هذه المناطق لذلك العدد بدأي الضاغل خاصة هناك لا يوجد مفر أو مكان ليهروبهم إلى مناطق أخرى وكانت القوات العراقية وارحة عندما أعلى تعرف أبر مكبرات الصوت أما الاستسلام أو القتل ولكن هناك أنباء كثيرة تحدثت أيضا عن أن خاصة قادة الصف الأول من تنظيم داعش في بدايات المعارك فروا إلى المناطق السورية المحاذية أتفق معك كثيرا المعلومات الاستخباراتية كانت تقول مع بدء المعركة بتحرير الضفة اليسرى كان هناك هروب للضفة اليمنى اللي لم تكن هناك سيطرة عليها وبدأوا عبر الأنفاق بالوصول إلى مدينة الرقة السورية أنا تحدث الآن مع بدء مركة الضفة اليمنى تم تطويق كل تنظيم بـ 360 درجة لذلك كانت هناك عمليات قتل وهناك أكثر من نفق دخلت القوات العراقية شهدوا جنسيات أجنبية عديدة مع هذا التنظيم كانوا يقاتلون للرمق الأخير عندما كان هناك عندما تكون مواجهة مباشرة كما حدث في الموصل ربما يكون الأمر أسهل تستطيع أن تضيق الخيناء تستطيع أن تقصف من الجو من الأرض الأمور واضحة ربما نوعا ما ولكن عندما يكون هناك لديك سواء في العراق أو في سوريا في البادية أو في الصحراء بعض العناصر المتفرقة هنا وهناك تقوم بعمليات بين الحين والآخر كيف يمكن أو ما هي الاستراتيجية التي ستتبع من خلال خبرتك في هذا الموضوع للقضاء على ما يسمى لاحقا بفلول داعش وهم ربما يكونون أخطر في مراحل لاحقة من العناصر المتواجدين الآن تحت عيونكم وتقاتلونهم يعني أولا بالنسبة للعراق ربما الموقف يختلف عن الرقة في العراق التكتيك لإستخدمة القوات العراقية بعملية الإحاطة والتطويق من كل مكان رغم أنه داعش التجه إلى عملية قتل المدنيين لكن التقدم الذي كان موجود للقوات العراقية استخدام حرب الشوارع بعد التدريب العاية لقتل القوات العراقية أكيد عندما تحدث عن 125 متر أو تحدث في قاطع الشرطة الاتحادية عن 5% يعني ربما خلال 48 ساعة أو 72 ساعة القادمة سؤالا تحريرها وأيضا هو كتكتيك استخدمة داعش أساس الأرض المحروقة بدأ يضع المدنيين في داخل البيوت ثم يقوم بقتلهم حتى من يفر أبل الممارات الآمنة أنا أتحدث عن ما بعد هذه المرحلة يعني أتحدث عن ما بعد انتهاء معركة الموصل بالكامل ما تبقى من فلول داعش المتشرين على سبيل المثال في تلعفر في الصحراء أينما كان نعم 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 هذه القضية واضحة جدا القوات العراقية لديها خطة للتعامل مع فلول داعش بعد العملية خاصة وهناك معركة قريبة جدا في تلعفر وفي الحويجة الحويجة من مراكز القيادة والسيطرة الموجودة بها لكن في تلعفر المنطقة تعتبر ساقطة عسكرية للقوات الأمنية اتجاوزة تلعفر والآن هي مطوقة من كل اتجاهات تم تكريف قواتي بهذا الأمر لكن لا زال أخشى من قضية الخلايا النائمة حتى بعد التحرير ربما يقومون بعمليات انتحارية عمليات إرهابية وهذا ربما يشكل مشكلة أمام الاستخبارات شكرا جزيلا دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الحاصمة العراقية بغداد مشكلة جزيلا ترجمة نانسي قنقر شكرا